فبحترم العنوين لأن العنوان ببسط اليوم كان ماشي إزاي زي مننا العزيز مستاذ حاتم مش كده وبيدل عقله لا محسن زي مننا العزيز برضو أزعجنا معنا النهاردة في بعض الأمور في جداية الحلقة فبشكرو شكر جزيل ومن ياوي خلص من ياوي لا لسه عجب لكم عجب لكم شكرين يا سارة تعبناك معنا بإذن الله الناس الناس شافت حالة مهمة يوم الأربعاء في قيادات مصرفية بارزة وحسة أن القيادات المصرفية دي بتتكلم عن المواطن كلام هو ما كانش متوقعه فاهمين أن محافظة بنك المركزي وبيتكلم بحكم مسئوليته بيتكلم بس عن سعر الفايدة والدولار والعملة والبيتكلم ما بيش واخد لا فالحقيقة التوجه المحترم من محافظة بنك المركزي للمواطن لأنه ده انحكس انعكاس محترم جدا على مؤسسات التمويل الدولية وكيف رأى رأى هيئات التمويل الدولية وهيئات الاستثمار ووكالات الأنباء كيف رأى ما حدث في مصر يوم الأربعاء كيف حدث يوم الأربعاء وانا الحقيقة كل الشكر يعني الصحافة الأجنبية لكنا منتكلم كده الشباب عاملين انفو كده نشوف حضراتكم الصحافة الأجنبية كيف رأى هذا الأمر يلا يا شباب ترجمة نانسي قنقر انا مبسوط بما حدث وان شاء الله بإذن الله ينعكس ده انعكاس إيجابي على البلد وعلى السوق وعلى المواطن واخي اخي اخي المواطن اخي المواطن صبرت كتير وتحملت كتير وانت الحقيقة صاحب الفضل فيما يحدث وفيما حدث وفيما سيحدث اتكدي بلدك اتكلم اشرح وجهة ناظرك وصل صوتك للمسؤول قول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ما حدش هقولك لأ ولا حد يقدر أقولك لأ نجد بلدك انت شريك رئيسي الامور دي كل لها عشانك فما حدش يقولك بتتكلمش ابدا بس خلي بالك وانت بتتكلم انت بتتكلم على مصر والمصر فانطقت كما شئت اقترح كما شئت دون كما شئت لكن بأكد على دا و بقولها مرة واثنين وثلاثة اياك و ايايا و ايانا جميعا ان ترتفع عنا على بلدنا اوعوا تبصوا البلد بفوقية البلد البلد كلنا زائلون البلد موجودة فوحد عينه تترفع على بلده ولا لسانه يسيء الى بلده ارجعتان وقول لحضرتك انتقت كما شئت كلنا زائلون بس بلدك حفظ علينا انا ساعدت بحضراتكم النهاردة كانت حلقة استثنائية عشان القرارات المهمة اللي احنا عشناها انبارح الاربعاء واكيد حيمر شهر رمضان احنا انا مع حضرتكم بكرة الساعة السابعة وبعد بكرة الساعة السابعة او النهاردة الخميس والجمعة يعني لكن بإذن الله لأسبوع الجاي هنريحكم مننا بقى لحد شهر رمضان بإذن الله ترتاحوا مننا وتستقر الأمور في هذا الشهر الكريم الفضيل ونرجع كلنا لطبيعتنا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا